بسم الله الرحمن الرحيم على السيطرة سواء كانت متمثلة في المشاعر والأفكار والإندفاعات بترمز رؤية السيارة في المنام للعزباء أيضا على الغايات التي ترغب في بلخها والوسائل التي تستعين بها حسب تفسير ابن سيرين أن رؤية العزباء إن قامت بشراء سيارة بتدل على أنها ستنال الكثير من المال والنجاح في حياتها ولو رأت أنها تقود السيارة فهذا بيشير الحصول على منصب قيادي في المستقبل كانت تنتظر بفارغ الصبر ولو رأت العزباء السيارة في منامها دل لذلك على أنها لا تفكر مطلقا في الزواج بل هي تفكر في كيفية تحقيق أهدفها وتموحاتها فقط أما السيارة في المنام الصغيرة في منام العزباء بدليل على النجاح الباهر التي ستحققه تدريجيا أما السيارة الكبيرة في منامها دليل على زواجها من رجل سري قيادة شاب لسيارة العزباء في منامها دليل على أنها ستتزوج وزوجها ستحمل كافة المسئوليات عنها تلك الرؤية بتدل على زواجها من رجل يتحمل المسئولية وبيكون خير سند لها والله أعلم ورؤية ركوب السيارة في منامها إذا ما كانت تشعر بالراحة أم لا فإذا رأت إنها مرتاحة فهذا بيدل على الشعور بالتمؤمنة والرغبة في السفر والزهاد بعيدا حيث تحقق الأهداف والأماني أما إذا كانت تشعر بالقلق فهذا بيشير إلى التشتت والتردد والعجز عن السيطرة وإفلات الأمور من يدها بصورة تجعلها تخسر وتفكت الكثير من الفرص كمان بيؤكد ابن سيرين أن رؤية العزباء بأنها تركب سيارة وكانت السيارة جميلة ومريحة هذا بيشير إلى زواجها من رجل صالح وستكون حياتها معه هادئة وسعيدة أما ركوب العزباء السيارة وخروجها منها سريعا بيدل لذلك أن الناس ستدخل في علاقة ارتباط ولكن الناس ستنتهي بشكل سريع إحساس العزباء بالراحة في الحلم بعد ركوبها للسيارة فهذا دليل على انتهاء التعب والمشقة في وقت قريب أما إذا رأت العزباء إنها تركب في المقعد الأمامي فهذا يدل على التقدم نحو الأمام وإحراز انتصارات متنوعة والحصول على فرص وعروض كبيرة سواء في الزواج أو العمل أو الدراسة أما إذا رأت إنها تركب السيارة في المقعد الخلفي فهذا بيرمز إلى الاحتماد على الآخرين ويقول ابن سيرين لو رأت العزباء في منامها إنها توقوت سيارة فهذا دليل على زواجها أو خطوبتها في نفس العام ولكن لو رأت إنها توقوت سيارة غالية السمن فهذا دعليل إنها ستتزوج من رجل لها منصب قيادة عظيم أو رجل أعمال مشهور قيادة العزباء للسيارة القديمة دليل على إنها تحب شخص به الكثير من العيوب ويتحاول أن تتخطى هذه العيوب ولكنها لا تستطيع فعل ذلك وقد تكون الرؤية إشارة إلى العيش في الماضي والعجز عن الخروب من دائرة الزكريات لو رأت العزباء إنها توقوت سيارة في منامها وكان مع أشخاص آخرين وكانت هي من تحدد الاتجاهات التي تسير فيها فهذا دليل على إنها شخصية متسلطة ومتحكمة في حياة من حولها إذا رأت العزباء إنها في نهاية الطريق ونزلت من السيارة فهذا يشير إلى وصولها للغاية المرجوة وتحقيق أهدفها أما إذا نزلت منه في منتصف الطريق لذلك على تعطيل بعض أعمالها أو التأجيل وقد تكون الرؤية ذاتة دلالة على الزواج الذي تم تعطيله لظروف خارجة عن الإرادة وقد تقول السيارة على القيض والسجن فيكون نزلها منه إشارة إلى بعض العزلة والتقوق حول النفس والمين نحو الانفتاح وأقامت علاقات اجتماعية مع الآخرين إذا رأت العزباء الكثير من السيارات دلت زين الرؤية على الاختيارات المتنوعة والحيرة في إزدار قرار معين لموقف محدد من ناحية أخرى فإن هذه الرؤية بتشير إلى الرغبات الكثيرة التي تلح عليها وتدفعها نحو التغيير وترك الحياة التي تعيشها من أجل اختيار حياة أخرى تتناسب مع طموحاتها وأفكرها قد تكون الرؤية ذاتة دلالة على الصراع والرفاهية وتحقيق العديد من الأهداف وحتى صمار الأعمال التي قامت بها مؤخرا والله أعلم لو رأت العزباء أنها ترك بالسيارة في منامها مع شاب بينهما قصة حب في الحقيقة فهذا دليل على تدويج هذه القصة بالزواج في النهاية لو كان ذلك الشاب يقود السيارة بتأني فهذا دليل على أنه شخص يتسم بالاتزان والحكمة ركوب الأعزب مع صديقه في العمل وذهب الإثنان إلى مكان معلوم فهذا دليل على أنه سيحدث بينهما مصالح أو منافع مشتركة ركوب العزباء السيارة مع أبيها دليل على أنها تستمد قوتها من الأب وهو الذي يدفع للوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف وترمز رؤية ركوب السيارة عموما مع شخص تعرفه إلى ما بينهما من علاقات وأهداف موحدة وأعمال مشتركة ولو حلمت العزباء أنها ركبت السيارة مع شخص تحبه وكانت بجانبه في المقعد الأمامي فهذا يعني أنها ستتزوج من ذلك الشخص أما إذا كانت تركب السيارة مع شخص تحبه وكانت تجلس في الخلف فهذا يدل على عدم الاتفاق في بعض النقاط ركوب العزباء مع أخيها في المنام وكانت جالسة في المقعد الخلفي فهذا يعني أن أخيها هو المتحكم في حياتها وفي جمامية قررتها تعتبر ريئة ركوب السيارة مع شخص غريب بما ثابت إشارة إلى الحظ والنصيب فلو رأت العزباء أنها تركب السيارة مع شخص سمين فهذا دليل على حظها السعيد الذي ستناله ولا تكون السمنة هنا معبرة عن البدانة وإنما عن القصرة كالمال الكثير أو العمر الطويل أو الأرباح المتتالية ولو حلمة العزباء أنها تركب السيارة مع شخص مبتسم وجميل فهذا يعني أنها ستسمع أخبار تصري قلبها أما لو كان حلم الشخص بأنه يركب مع شاب مريض وهزيل فهذا دليل على أن هذا العام سيكون عام الإخفاق والفشل قيادة السيارة في المنام بتفسر على أن الشخص يصل الوصول إلى قمة أما إذا كانت القيادة سريعة فهو يمر بمشكلة يشعر فيها بالغيرة من الآخرين إذا كان الرأي تاجرا فهذه الرؤية بتعبر عن عقد بين الاتفاقيات أو الدخول في شراكة ما بينهم ده كان حلقتنا النهاردة أتمنى يكون التفسير عجبكم ولو عجبكم لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته